أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلال الشباب ورياضة عن بالغ سعادته بفوز متسابق فريق البحرين أيان فردينيو بلقب بطولة أوروبا الدولية للرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة فرانكفورت الألمانية مشيرا سموه إلى أن هذا الفوز يؤكد المكانة المتميزة التي يمتلكها فريق البحرين في السباقات الأوروبية والعالمية وحصوله على سلسلة من الإنجازات خلال الفترة الماضية وأوضح سموه أن هذا الإنجاز الجديد لفريق البحرين يعطينا الحافزة لمواصلة دعم الفريق في المشاركات الخارجية ومؤشر بأن الفريق يسير وفق الاستراتيجيات التي تم وضعها وحرص أعضاء الفريق على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مبينا سموه أن الانتصار اليوم هو مكسب للفريق وحافز كبير للجميع ببدل المزيد من الجهود وأشاد سموه بالمستويات المتميزة التي قدمها متسابق فريق البحرين أيان فردينيو ومدى حرصه على بذل الجهود من أجل تحقيق أفضل المراكز مؤكدا سموه أن حصول أيان فردينيو على المركز الأول يؤكد مكانة الفريق في المشاركات الخارجية وخصوصا الأوروبية التي أصبح فيها الفريق مرشحا بقوة لنيل الألقاب وهنأ سموه متسابق فريق البحرين أيان فردينيو بمناسبة هذا الإنجاز ومتمنيا سموه لكافة أعضاء الفريق تحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات الخارجية هذا وتمكن متسابق فريق البحرين أيان فردينيو من تحقيق المركز الأول بكل جدارة واستحقاق بعد أن اجتاز كافة المراحل وسط منافسة قوية من اللاعبين ترجمة نانسي قنقر